اشتركوا في القناة ومعنى المنظومة القديمة معانتها ضد التعذيب مهما يكون معانى شكله معانى كل مغانا أنا معاه انه التعذيب يكون جايز بالنسبة ليهمهم بالنسبة ليهمهم التعذيب علش؟ حتى يشد ينكل بالجندي هو لليس حتى احنا وقتها كيت بتتفرج انك في تلفزي قاعد تتعذب ماانت انت يقاعد تعذب وهو ليه؟ يلزم الردع مش معانتها الردع مش التعذيب التعذيب معانتها التعذيب كيمكنو يعملون قبل وهذا يعني أنهم يدعوا لردع الردع يجب أن تسميه تعذيب يجب أن يردعوهم لكي يكونوا عبراء أنا كنتر للتعذيب لأنه حجة الإرهاب سكتونة أسناب حجة أنا أحب إطلاق التونس ما يعني أن أراها و ليس بس عليها بحجة الإرهابي أرهابية سكرتك فهمك صحيح ولا ليه هذا هو اللي أنا أحب إطلاق الشاشة التي تقدمتها أمريكا و الكثير من أنهم لا يساعدون وينتغطون القوانتانامو أو الملات في أخرى لكي لا يسألهم معاها كما عزبوا ومعاها كما عزبوا لا يزدها عليهم والذي يذبحوهم والذي يذبحوهم ولي يذبحوهم ولي يذبحوهم العمل يجب أن يخلص عند زادة معقول واحد يجي وشده بوليس يذبحوه ولا بشرب ايو كان ايو كان يذبحو زادة مش معقول عنده عايلته وعنده كذا فمن يحب شوال الروح وكاك معا خطر يستحقوا خطر هما يعمل في العباد زادة العباد اللي يعمل فيه ما عندهم مش حتى ذنب هما يستحقوا ليش يصير فيها مش بالفضايح معانا اما يخذو شاساتهم مش لازم تصورهم وهانا عملنا فيهم اما كيما كمتو دينو تودينو أنا كنتر التعذيب على خطر ما يجيش معانا امره ما كان تعذيب معانا مش بو مبرر معانا بش تحاكم عبد ولا اي حاجة فهمتني حسبي الله ونعمل وكيل فيهم فهمتني ووكا هوا تعذيب بأخوين زمن قولوا حلب فهمتني وكما تودينو دين معانا اللي يعذب اقبالي بش يتعذب تاوه وغدوه ومبعد فهمتني شوي كنف كيت التعذيب فطر ابحتوا عبيد ذوكم مهما تكون معانا اللي عملوه ولا ما يجيش تعملوه مكاكة وكل وشخطو تقدم يوما شاقيف كعديوه حابوا يعديوه كافتالي وخارج يحكيو يحكيو يحكي عالدرجيحها والتعليق ومعشنوه فهمتني وماما يراعي ومشي على العبيد العبيد اللي تعافت عبيد اللي تعافت عايشة كما قولوه تزوليه عالكلمة ما عايشة ساقات بالتعذيب وكل لانك نورمال ما ما يتعديش حاجة كيفما كيكا والتعذيب لازمو يتقصب ومهما تكون الجريمة اللي عملها العابد معاناية ما يتعذبش فهمت تحقيق فهمت دي بخوصيديور اخرين معاناية اما التعذيب ليه ما بالنسبة للتعذيب انا ضد معاناها التعذيب خاصة بعد ثورة قامت من اجل معاناها ضد التعذيب قامت من اجل الكرامة المواطن التونسي لكن بالنسبة للارهاب انا نطالب انه يكون بالنسبة للارهاب تكون فهمة معاناها قانون خاص به وهنا نطالبه مجلس نواب الشعب باش يسرع بخراج قانون الارهاب لان الظاهرة هذية بدأت تنخر في المجتمع التونسي و الظاهرة هذية معاناها عاقبها وخيمة بالنسبة لي على المجتمع التونسي قضية التعذيب مزات متروحة في تونس شيء كبير هذه متنحاتش من ذكرتي معاناها الإنسان اللي يتعذب معاش ينبلي كومابان ينبلي كومابان ينبلي كومام معاش يراد الدنيا والناس كيف كيف ومعالأسف بزالت هذه ظاهرة معاناها موجودة تريبل ديارة كلمة التعذيب ما يقولوش تعذيب خطرا مشكلة جماعة السياسة اللي يتعذب حق العام والشباب يتعذب يقولو ضربوه لانا مشكلة معانفسنا فيما يخص كيفاش اللي بدن معاناها لا يمسس اللي بدن ما يزموش تان هذا يزمو حملة يزمو نشاط وكذلك معاناها التوى بعد الثورة مع الاسف اللي عذبونا ما يتحاسبوش التوى فيهم اللي مات لكن فيهم اللي عايش اه كيفاش نقولو يعني يزم الناس اليمنوا بالثورة يفوقوا بسوليمون انو اللي قلمة داية يترفاع منها ما هوش معقول نخليه ناس عذبة ما هوش معقول نسكته للتعذيب مهما كاب انا اليوم واحد داعشي ما يزموش نقول داعشي يتشد اما ما يتعذبش يانو كرامة الجسد وكرامة البشر هي فوق الجميع ما خيبها كلمة تعذيب 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 معاناها لا انسانية معاناها معاناها انسان يتجرد من كل مشاعرة انسانية لابريلا وكروح وكروح لمحبة وصدق وخوة وترامل ولكلم اللي احنا يمشي كل حيوان معاناها اذا كان بشيوس اللي يعنف خو خو هتوالي حاجة توجع برشا تعذيب معاناها ظاهرة موجودة برشا معاناها من سنوات معاناها وصوصها نظم معاناها استبدادها معاناها خديمة اللي هي بده خمسين سنين وفي العالم الكل موجودة ديورا خدمتها 2012 خرجتها اسمها حالة ايقاف وكان الموضوع انتهاء على التعليمات وكنت معاناها في الوسط المسرحية معاناها فهم جزوز الشخصيتين اللي هو الجلاد والضحية وكان الجلاد يحكي 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 على روحه ويقول لك تعليمات يقول له من كل ما تتعامد برشا يقول له معاناها ضحية يقول له يا اخي تبوس صغيرك تلعب ترح رمي في الواحد تتفرج ما تشكورك تقول كلمة حلوة لمرتك معاناها إذا كان عندك المشاعر الإنسانية هذية كيفيش توصلت نجم تعذب بدي للضحية متاعك زع ماشنية معاناها انتي اسكم زرقين له معاناها نحاولوا نحاولوا أكل ما هو فطري اللي هو إنساني فيه وإلا ليه وليهوش عبرشا أنا في البلد طويقا ولد كائنه معاناها تباهي إذا كان تشوف أنا في منابر أعلامية أنه تجيب واحد معاناها أنه كان يعذب ويقول لك أنا كنت مناظل وأنا كنت معاناها نخدم في الدولة أسكوا أنتي تبت بها معاناها بخدمة الدولة في تستبريدة وفي تعذيب عن المواتنية وفي الناس الأبرياء هذوكم